أقيم بقيادة اللواء 21 ميكا بمحافظة شبواء الحفل الختامي للدورة التخصصية الأولى في سلاح المدرعات والتي شارك فيها كوكبة من منتسب اللواء وألوية 163 و 153 والثاني مشاه جبلي وفي الحفل نوها قائد اللواء 21 ميكا العميد جحد الحنش بتزامن الاحتفال بتخرج هذه الدفعة من الأبطال في هذا المجال العسكري والنوعي مع احتفالات شعبنا بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر و اكتوبر و نوفمبر ناقلا لكافة المقاتلين في هذه الألوية العسكرية تحيات فخامة الرئيس المشير عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق علي محسن صالح وبارك العميد جحد الحنش تخرج هذه الدفعة من أبطال هذه الألوية العسكرية مؤكدا على أهمية التوسع في برامج التدريب العسكري لكافة منتسبيها وتمكينهم علميا ومهنيا من استخدام مختلف أنواع السلاح مؤكدا على أهمية دورها في رفع الجهزية القتالية والمعنوية لهذه الألوية العسكرية الحديثة التكوين ومن جانبهما عبر رئيس عمليات اللواء العقيد خالد الحمادي وركن التوجيه المعنوي باللواء العقيد أيوب الشرغي عن اعتزازهما بتولي اللواء 21 ميكا والذي يمثل النواه الأولى للجيش الوطني برامج الإعداد والتدريب القتالي لمنتسبي هذه الألوية العسكرية الباسلة وبدوره استعرض مشرف الدورة الرئيس في المروسي نتائج التقدير للعام للدورة والتقييم العملي لها معلنا عن نسبة النجاح لها وبتقدير جيد جدا مشيدا بسلوك وانضباط المشاركين فيها من منتسبي هذه الألوية العسكرية وكانت قد القيت في الحفل كلمة عن الخريجين ألقاها الجندي سالم العولقي وقصيدة شعرية للجندي حسن الثوباني نالت استحسان الحاضرين